تعالوا على السجال والتراشق اللي انا كنت بقول لكم عليه واللي حاصل ما بين مجموعة من وزراء هذه الحكومة الصهيونية المتوحشة وده لما بدأ وزير الدفاع بتاع حكومة الحرب دي جالنت يتكلم على سيناريوهات مدى بعد الحرب جالنت تتكلم على سيناريو مدى بعد الحرب واتكلم على انه لازم يبقى فيه حكومة مدنية لإدارة غزة ماشي نتانياهو راح رادد عليه طبعا وجالنت أسرد يعني مجموعة من الأمور متعلقة بانه هناك خطورة داهمة على الجيش الإسرائيلي من وراء بقاءه او استمراره في الحرب دي لمدة أطول ومن ناحية تانية حتى بقاءه في غزة ده هيشكل تهديد حقيقي للجيش بتاعه وانه يعني قالك احنا نصا كده قال احنا خسرنا المئات والألاف حتى بالرغم من احنا متعاونين مع الولايات المتحدة الأمريكية خبلك من الجملة اللي هو قالها بتاعت متعاونين دي وهو قال كده بالنص يعني راح ردد عليه بن يمين نتانياهو ازاي بقى قالك انا مش مستعد لاستبدال حكم حماستان بفتحستان طيب تعالى ركز فيه المنطوق اللي استخدمه بن يمين نتانياهو هو ليه استخدم حماستان هو بيتكلم على انه والله حماس هي حركة المقاومة الإسلامية يبقى حماس هتعمل بالزبط زي الجماعات الإسلامية التي تحكم أفغانستان وانتوا عارفين يعني احنا حتى كنا لما كنا بننتقد أو كنا بنعارض أو نختلف أو نرفض بالشكل كامل من وجهة نظر أنا على الأقل مسألة الحكم المتطرف والحكم الديني في مصر فحتى الترياءنا لما نزلوا مرة مظاهرة وسمناها جمعة كاندهار لو تتذكروا يعني طيب فهو بيشير إلى أنه حماس تريد إرساء شكل من أشكال الحكم الديني في غزة افهم افهم أبو سئيدك دي المقربة اللي بياخدها نتانياهو في استخدام مصطلحاته اوعى تفتكر أن نتانياهو درجة العبيض خالص الأم من اللؤم فاستخدم مصطلح حماسستان ليه؟ علشان يبقى هو طول الوقت عنده زريعة لوجود دولة دينية متطرفة ويعرف يدافع عن المستوطنين المتطرفين المتشددين اللي عنده حماسستان فيبقى فيها زيونستان برضو يعني ولا إيه؟ وبعد يقال لك إيه؟ أو فتحستان طب هو من إمتى فتح كانت جماعة ليها علاقة بالمقاومة الإسلامية أو بالماد الديني أو ذات خطاب ديني بأي حال من الأحوال أو على نسق أي شريعة من الشرق فتح بالمناسبة أسسها الشيوعيين يعني لكن هو قاصد يستخدم المصطلحات فيخلق حالة قلق دولي من وراء استخدام المصطلح حماسستان فتحستان ما يخلق قلق قدي واحد اتنين الرجل وضح قالك مفيش من ده ده هو الجيش اللي هيستمر في حكم غزة مفيش حاجة اسمها سيناريوهات ما بعد الحرب ذاهبة إلى فلسطينيين مفيش من ده ده الكلام بتاع بنيامين نتانياو هل تظن من وراء ذلك انه جالنت يعني طيب وأمير وابنى ناس طيبين اطلاق هو اللي بيدبح الناس في فلسطين دلوقتي هو جالنت ده جيشه لم تأخذه شفقة ولا رحمة بأحد اللي عمل المشهد اللي قدام حضرتك ده جالنت مش بن يمين نتانياو لوحده مش بن جفير لوحده مش اسموت رتش لوحده خالص وابعى تفتكر ان الموضوع متعلق بالأسماء لا ولا متعلق بمين يمين ومين يسار في الكيان الصهيوني المحتل لا الموضوع متعلق بذهنية هذا المجتمع بما نشأ وتربع عليه منذ جيل المجرمين الاوائل اللي جون في بداية القرن العشرين عشان يدبحوا اهلنا في فلسطين دول كانوا حسالة اوروبا الحسالة دول اللي رحوا دبحوا اهلنا دول كانوا حسالة اوروبا الاكثر بشاعة وجرما وعنفا في اوروبا المعتدلين من يهود العالم العقلانيين من يهود العالم المتفتحين من يهود العالم التقدميين من يهود العالم ما راحوش اسرائيل وما رافضوا ان هم يروحوها اللي راح هم المتعصبين والمتشددين والمتطرفين والمجرمين والدمويين والقتلة لا يوجد احد في هذا المجتمع على الاطلاق يفكر تفكيرا سويا في كلمة السلام كلمة السلام بيستخدموها استخدام سياسي بس غير كده ما فيش الترويج العبيط اصل الفلسطينيين باعوا اراضيهم ما حصلش ما حصلش ومش هقولك العالم ابتلع هذا الترويج القابلة لا العالم شارك في هذا الترويج القابلة شريك رئيسي ما يعني هيسوقوا القصة ازاي اه هم اللي باعوا يا سلام طب والنبي احنا عايزين نشوف عقود البيع في وقت من الاوقات كانت الارض هادئة يعيش عليها مسلم مسيحي يهودي محدش بيسأل مين دي انتو ايه ده بالمناسبة يعني الاوروبيين اللي جمدول هما اللي دمروا الدنيا وهما اللي نزالوا مستمرين في الوحشية والتدمير حتى اللحظة اللي احنا فيها دي المشهد اللي انت شايفه قدامك ده ترجمة نانسي قنقر